صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن بهيدا الفقرة رح نكون عم نشوف آخر التريندز يلي فينا نكون فيهم بيتش رادي ما فينا نبلش سيزن صيفية ونحكي عن مودة بلا ما نحكي عن كل التريندز اللي بتلحق الروحة على البحر يلي هي إن كانت مايويات أو أكساسوريز أو كوفرابس المايويات واللوكس طبع البحر هالسنين اللي عم تقطع عم بيكونوا عم يحتلوا محل كتير كبير على الخريطة طبع المودة لأنه العالم اللي عم بتروح على البحر صارت عم بتنسق لوكس مع بعضها صارت عم بتحط أكساسوريز وصارت عم تلحق التريندز وتشوف شو أحلى ألوان وشو أجدد تريكس حتى إنه نلبسها على البحر وننسق فيها the summer looks هنبلش وراي وحنكون عم نشوف شو هنه المايويات يلي فينا نعتمدهم بهيدا الصيفية أول شي عم نشوف ورا هو هيدا الvintage look طبعا السويمسوت الvintage look أو الflower أو كاليكو بيقولونهم كمان هي نقشة الورود الصغيرة يلي بتعطينا شوي vintage أو look شوي قديم لأنه من زمان كانوا يلبسوا one piece swimsuit وتكون عليها كتير ورود أو polka dots أو ألوان هيكي على رايحة صوب الزهرية هيدا بأول صورة عم نشوف هيدا المايوي اللي إله رفل على منطقة الصدر ويلي هو high waist it's vintage look وهيدا معتمد من كتير سنين عديدة رح يكون عم يرجع بهيدا السيزن هنقدر نكون عم نسقه بطرق مختلفة كل المايويات اللي هتشوفون وراي هن بينلبسوا mixing and matching يعني بأول صورة عم نشوف هيدا الأوبر top طبعا المايوي مع هيدا السليب من تحت يلي هو بيتربط on the sides إذا نحنا مش من محبين القط من فوق فينا نكون عم نستبدل تاني top ونحطها matching مع السليب اللي من تحت فينا حتى نسقه نprint on print يعني مش ضروري نقشة الورود تكون هي زيتا من فوق ومن تحت بتاني صورة عم نشوف هالرفلز النعمين كتير على الكتاف وهيدا الhigh-waisted swimsuit من تحت وبتالت صورة it's a very vintage look هيدا اللوك تبع المايويو معتمد كتير وبيحبوه super models حتى ومنشوفو على الrunways كل مرة بكل سيزن بيقطع معنا especially هول اللونام مع بعض يلي هنه أزرق وأبيض الحلو بهيدا المايويو كمان إنه فينا النسقه مع تنورة أو shorts ونروح تغري على البحر حنشوف نكست وراي كمان اللوك أنا شخصيا كتير بحبه وهو اسمه الجولد أو المايويو اللي عليه كريستلز أو اللي عليه جولوري يلي بيكونوا waterproof عادة هيدا اللوك كمان كتير عمل ضجة وtrending على السوبر models وعلى الrunways بهيدا السنة لأنه بيعتمد على لوكس كتير حلوين وفينا نكون عم نلبس bottoms إن كانت jeans أو تنورة أو short أو pants واسع ونكون عم نحط هالبرا يلي فيها accessories and jewelry بأول صورة عم نشوف هالone piece باللون الأخضر يلي كتير trending هالسنة على البحر تاني صورة هالمايوي اللي إله شوروفسكي أو studs على الصدر وعلى البطن من تحت وبتالت صورة هيدا الone piece باللون البنة كمان الneutrals كتير درجين وبينيسبوا كل الskin types وبينيسبوا كل الأجسام إذا كانوا in a onesie وبتالت صورة عم نشوف هالمايوي باللون البراون أنا شخصيا كتير بحبه على السمار لأنه بيعطي هيك تشوكلة لوك وتشوكلة فيل على البحر وإله على الكتاف مثل الجنزير يلي هني accessories رح نروح ناكست وننتقل لثالث trend لها الصيفية يلي كمان هو من الترنديات الدرجين مش بس على المايويات إنما كمان على التياب يلي هو the flower element the flower element درجة كتير وعم نشوفها على crop tops وعلى dresses all over the season بأول صورة عم نشوف هيدا المايوي باللون hot pink وإله وردة على رأبته إذا منتذكر شفنا هيك الدرس على red carpet من كذا حلقة لورا وكان إله نفس طريقة الوردة على الرأبة بتاني صورة هيدا المايوي باللون الأبيض وكمان إله وردة كتير بارزة على منطقة الصدر بتالت صورة كمان it's a two piece swim suit بعرف إنه في أشخاص بفضلوا بس يلبسوا two pieces وفي أشخاص بس بحبوا يلبسوا one piece هيدا the two pieces إله element للوردة على خسره وعلى البطم طبع المايوي وبتالت صورة هال beautiful orange كمان عم نرجع نشوفه وحنضل نشوفه لهيدا اللون لأنه كتير كتير دارج وفي إله الأكسسوريز طبع الفلاورز بشكل روفلز على منطقة الكتف رح انتقل كمان next وروح لترند كمان رح يكون كتير in هيدا season هيدا الترند أنا شخصيا من أول ما يمكن كان عمري 10 سنين ومكن تفتح خزانة mom ولقى عندها مايو باللون الأبيض والأسود كتير بيعطيني كمان princess diana feel أو vibe هيدا ال black and white contrast هيدا اللونين درجين كتير وبصيفية اللي مرأت الناس صارت عم تحب تروح للأصفر للنيونز والألوان كتير فائعة هلأ الأبيض والأسود متل ما عم يرجع على red carpet هيكون عم يرجع كمان على البحر وبالمايو أول صورة عم نشوف هال two piece مايو contrast أبيض وأسود كتير simple وminimal بتاني صورة عم نشوف هالمايو يلي إله cutouts كمان يلي كمان كتير درجين على الرفصاتين باللون الأبيض والأسود وبتالت صورة عم نكون عم نشوف هيدا الكrop top كمان مع swim suit عم نلاحظ أنه المايويت ما عم بيكونوا بس عم ينلبسوا كبرالات يعني حتى الكrop tops صاروا كتير درجين الone piece كتير درجة الoff shoulder كتير درجة وبآخر صورة هال vintage swimwear مع هال belt يلي على خسرو هيدا إذا منحطوا له skirt بتنربط على جنب بيطلع اللوك بيجنن وفينا نروح فيه على البحر راح نروح ناكست كمان لتريند أنا شخصيا كتير بحبه ويلي هو من ألوان المفضلة ويلي هو من لون حيكون سوبر درج بهيدا السيزن يلي هو اللون الأزرق اللون الأزرق على البحر كل حياته الناس بتحبه لأنه بيعملوا هيكي connection بين الماء والسماء والأزرق هيدا السيزن هو من هنكون عم النسقه بطرق معددة كمان المونوكروم يعني أزرق على أزرق مرأت كمان سيفية الماضة كان درج كتير الميكس اند ماتش يعني إذا الطوب أزرق عطول نحط معا لون تاني من تحت هالسنة عم نعتمد أكتر نكون بماتشنج the same color أول صورة عنا هالسكرت وهال mini crop top يلي هني فينا نروح فيهم على البحر أو فينا نكون إذا طلعنا من الماء وبدنا نروح نقعد in a restaurant بقلب البيتش أو بالريزورت فينا نكون عم نلبسهم أو عم ننسقهم فوق المايو بالصورة اللي بعدها هو classical bralette مع sleep من تحت باللون الأزرق يلي منقدر نلقيه بحيالة محل وبتالت صورة هي هال halter neck من المايو على الصدر كمان مع bottoms فينا نعملها mix and matching كيف ما بدنا رح انتقل next وروح كمان لترند كتير حلو وكتير stylish يلي هو الميتاليكس حكينا قبل إنه الميتاليكس هني درجين على الفساطين وعلى التيشرت وعلى الشوز وعلى الأكسسوريز كمان الميتاليكس درجين على البحر وأحلى شي بيهول اللوكس they call them day to night يعني فينا ننسقهم من الصبح لعشية إذا نحنا ظهرين مع أصحابنا على البحر أو رايحين على resort فينا نكون عم نلبس هال one piece swimsuit باللون البنك الميتاليك فينا بس نخلص بحر نضلنا لبسينه ونحط معه pair of jeans أو shorts أو تنورة أنا بفضل ينحط معه high waisted jeans ومنحط accessories أو earrings الميتاليك وفينا نكون رايحين حتى نسهر فيه بأبوب أو أكلوب بتاني صورة كمان هيدا الhot pink in metallic اللي هو strapless كمان بيناسب كل الأجسام والدراب بالي على البطن إذا نحنا من الأشخاص اللي بدنا نضاعف خسرنا هيدا اللوك هو يجوتو لإلنا تالت صورة هو one piece باللون الgoldish متاليك عم يلمع كمان على silver شوي وبآخر صورة هيدا الone piece كمان اللي كمان بيندهر فيه حتى إذا مش رايحين على البحر يعني فينا نلبسه during the summer والنسق مع هيدا بطن بدنايه ونكون ready to go anywhere لأنه super trendy وبيلبق كتير وفينا نكون عم نسق مع lipstick neutral أو lipstick شوي ميل على متالك كمان رح انتقل next وروح لعند trend كمان هلأ دارج ورحق لكم ليه رح يساعدكم كتير للأشخاص اللي ما بتحب كتير تلبس ميو وهن أشخاص أكتر modest أو conservative الجيم تو سويم حيكون دارج بهيدا الصيفية كتير يعني هو اللوك يلي بنحس حالنا راحين على الجيم لبسين shorts أو biker shorts صار وكروب طوب بدل الميو أو الbra والسليب بأول صورة عم نشوف هالجيم تو سويم باللون الأبيض يلي هي برا فينا نكون عم نلبسها كمان على الworkout وبيكون المتيري اللي طبعة قادرين إنه نروح فيه بالمي بتالي صورة هال high waisted كمان shorts يلي هو short أصير ومع crop top يلي هي شوي modest إذا بدنا نسميها بتالي صورة هيدا الone piece يلي هو بالنسكم الحلو بهيدا اللوك كمان إنه فينا نحط short فوقه أو فينا نكون عم ننسق شي من تحت ونكون عم نروح بهيدا اللوك على البحر حتى رح نحكي بالحلقات السابقة اللي جاية actually إنه فيه مايويت فيه يكونوا من leggings يلي هني للactual people اللي عبالهم يلبسوا modest أو بالكم طويل يلي ما عبالهم يفرجوا skin بالمرة وبآخر صورة عم نشوف هال one piece يلي كتير حلو وسوبر هيكي fresh حتى ويعني نحنا بهيدا العصر أو بهيدا السنة ما لازم نستحق إذا ما منحب نلبس مايو أو ما منحب نفرج skin كتير على البحر ما في شي نستحق فيه لأنه كل trends راجعة والtrends صايرة عم بتلبي شو الإنسان بده بشو بيرتاح أكتر وشو بيناسبه وشو بيناسب جسمه وعقليته والأثيكس طبعه إن شاء الله تكونوا حبيته هول التrends لهيدا السامر إن شاء الله تكونوا عم تعتمدون وتقدروا تنسقون ولولي شو رأيكم على morning talk وخلينا نتناقش ونشوف شو الـ topics تاني اللي بدنا نحكي عنا thank you شكرا لإليك دانا يعني أجمل شي فرجعتنا عليه بفتكر التrends طبع الأسود والأبيض أنا كمان كتير حبته ولازم اشتري مايو أبيض وأسود thank you صحيح فيه diversity أصلا بالمايويات اللي فرجعتنا إياهون ولفتني شغلة إنه في بعض المطارح العالم إذا عندهم قردي مايو فيه عملوا عليه تعديلات أو يزيدوا جولوريز مثلا يزيدوا قصص طيب شو مع الترند مزبوط فيه ترند ما راحت أبدا يعني الوان بيس مايو درجة كتير بهالسنين اللي قطعت حتى إنه بادي سوت ينلبس تحت جينز تحت خبار فإذا نحنا عنا بادي سوت أو وان بيس فينا نكون عم نعمل شوي شفت بالأكساسوريز بالهات كل شيء كروشي دارج كل شيء ألوان فاقة دارجة إنه نحطها فوقت ستايل دلوكس مرسي دانا إذا أرادنا نشوفك بحلقات برنامجنا المقبلة مرسي لألكون تانكيو كتير